مساء الخير يا شريف خلص عشان العضلات وبعد واللعبة طبعا لمشاركتش في مباراة الاتحاد من خلفي عمل التدريبات بدنية قوية إلى حد ما وبتشارك في تأسيمة يمكن السعيد والمفرح لكل جماهير النادي الأهلي هو الظهور الأول للكابتن حسين الشحات نجم النادي الأهلي اللي بيتمرن النهاردة في التأسيمة من خلفي بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي حسين الشحات عادة من جديد حسين الشحات بيشارك نمسك الخشب بيشارك في تمرينات النادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون مع باقي زملائه في الفترات المقبلة من النجوم الفرقة ويجهز عشان طبعا بطول التأفرق يمكن لو طمنتك على المصابين طبعا عندنا أحمد فتحي عنده إقاف يمكن الإصابات يمكن رامي ربيع سألت الدكتور خالد محمود قال لي يمكن 50-50 شفت الإشاعة ويعملوا النهاردة جلسة في الجيم وفي جلسة تدليق ويعملوا تيست النهاردة ولكن يعني بيبتعد نوعا ما عن مباراة المقصة عندنا أمل بإذن الله الحالة تتحسن بكرة ويكون قريب من الصورة ولكن من الشوائد كلها بتقول أن يبدو أنه هيكون في صعوبة في لحاق رامي ربيعة بمباراة المقصة ولكن زميله كلهم موجودين عندنا ثقة في كل لعب النادي الأهلي يكون عندهم الخضرة بإذن الله على تعويض غياب أي لعب في النادي الأهلي يمكننا بكرة يكون التمرين صباحا في التسعة والنصف صباحا ومن بعده هيكون في التست الكورونا علشان نشوف مين اللي يكون جاهز بإذن الله لمباراة المقصة دي كان كلك أوليسنا في مران النادي الأهلي أعود لك من جديد زميل محمد شكرا جزيلا يا شريف بالتأكيد على كل هذه المعلومات وهلذي التخطية الحصرية من داخل ملعب مختار التتش بيكي زيرة لمتابعة المستجداد داخل فريق الكرة اللي باستعد لمباراة يا رب إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة التتويق